كلمة معاك اطربني النهاردة المغرب وسط الملعب تحديدا اعتقد محتاج ياخد جايزة السلاسة اللي في وسط ملعب المنتخب المغرب النهاردة انا معاوش انت محضر ايه بصراحة بس انا متوقع او متصور انك هتغنيلي شوية عالتنا هذا اللي في النص كلم على سفان المرابط طبعا طبعا قبل ما اقول اي حاجة في المنتخب المغرب لازم اتكلم على سفان المرابط ما يقدم سفان المرابط وبعيدا عن العاطفة تماما كتقييمات منذ بداية البطولة في المونديال من يقترب منه من يقمش كاسامارو زي ما ناس النهاردة كانت تتكلم على كاسامارو لا مش كاسامارو من يقترب منه وديكنا الرئيس المنتخب الانجليزي فقط لا غير كتقييمات في اربعة بلاتفورم كلهم كل واحد بيدي تقييم ببرامترز معينة فرقم واحد هو سفان المرابط ما يقدم سفان المرابط في الاربعة واحد اربعة واحد بتاعت والد الرجروجي في كل المباريات ختاما بمبارات النهاردة خلاها نطلع ارقامه ونحن نتكلم يلا ارقامه مرابطة جماعة اكثر اللاعبين استخلاصا للكورة اكثر من لمس الكورة في المنتخب المغربي اكثر اللاعبين فوزا بالالتحامات السنائية النهاردة يمكن جو كان بيكلم على اللقطة اللي هو لما خرج رومان سايس يتعالج ونزل مكان وفي اللقطة دي يقرر ست مرات حتى ورومان سايس في الملعب لما رومان سايس كان بيخرج على الاطراف عشان يقابل او فيه كورة عملت خطورة او تم تجاوز نصير مزروي او اشرف حكيمي ملع على الاطراف كان مرابط دايما هو مرابط موجود في اي حتة موجود على اي ارض وتحت اي سنة ملعب المطر خمسين لمسة للكورة اربعتاشر استخلاص اربعتاشر وستة من عشرة كيلو جيري خمستاشر كيلو في المبارات بس خلي بالك جيري خمستاشر كيلو ومنتخب المغربي نهاردة يخلون بيلعب كومباكت جيم ومقافل بيلعب تلاتين فانت متخيل التردد بتاع الجاري ومساحة الجاري وانا باجري في البساحة دي يعني ايه جرت خمستاشر كيلو رقم بالنسبة يعني الارقام دي شفناها في بعض من بعض اللعيبة اللي عابوا في البوزيشن ده في بعض المراكز انما نشوفه مع فريق بيلعب كومباكت جيم في تلاتين اربعين متر هو قافل يجري خمستاشر كيلو رقم اعجازي بالنسبة لي ما شفتوش من فترة طويلة لفريق بيلعب بالشكل ده والنمط ده استردوا كرة تسع مرات النهاردة سوفيان مرابط يا كريم لو عادنا نتكلم من بقية الوقت اللي متباقي في البرنامج مش هنوفي حقه سوفيان مرابط النهاردة هو الفاعل الابرد في خطة والد الرجراجي في كل المباراة